ولضعف المرأة المسلمة أوجب الله تبارك وتعالى النفقة عليها في كل مراحل حياتها وهو تكريم للمرأة أيما تكريم هي ضعيفة المرأة ضعيفة ليست ذكر كالأنسة والله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالمرأة لا تتحمل من مشاق الحياة والصعوبات والأعمال كما يتحمل الرجل لذا تكريما للمرأة وحفظا لها ورفعة لدرجاتها وأمرها وجميع شؤونها أوجب الله النفقة على أبيها حتى تتزوج وهي طفلة حتى الزواج فإذا تزوجت انتقلت النفقة إلى زوجها فيجب على الزوج أن ينفق على امرأته ولو كانت ابنة سلطان وهذا بإجمع أهل العلم لو كانت المرأة غنية جدا وابنة ملك من الملوك يجب أيضا على الزوج أن ينفق على امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي تفضيل بعد هذا المرأة غير مجبرة أبدا أن تنفق على نفسها فضلا عن أولادها هذا فليتق الله رجال كثر لا يبالون هذا الأمر اهتماما فيجعل المرأة ويجبرها ويجبرها على شيء لم يجبرها الله عليه ولم يفرضها الله عليه ألا وهي أن تنفق على نفسها قومي اشتغلي قومي اعملي لا بل قم أنت وعمل وقم أنت وأنفق على امرأتك وعلى أولادك فهم مسؤولون منك نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا وعليكم وأن يبارك لنا في ديننا الحنيف إنه ولي ذلك والقادر عليه